حابب اعرفكم بنفسي انا عبداللطيف سعيد مصر الجنسية متغرب بقى لي كم سنة عندي مشكلة المشكلة دي ان كل مرة لما اجا اتكلم مع اهلي في مصر عن طريق التطبيقات المجانية والخدمات المجانية للاتصال على الانترنت زي الفيسبوك او مازنجر وخلافه تقريبا بتضيع نص المكالمة فيه الو الو سمعني الو الو وده مش بسبب التطبيقات انما بسبب سوء خدمة الانترنت في مصر واللي هو تقريبا متاح في العالم كله الاتصال بأصبح مجاني لكافة شعوب العالم الا في مصر احنا بنعاني شوية من نقطة ضعف الانترنت فده اللي بيخالينا ضيع تقريبا نص المكالمة في الو سمعني طب انا هقفل وتوصل بيك تاني في نهاية الصوت ما بيوصلش ولا هم بيسمعوني ولا بسمعهم الا بعد اعجاز للأسف الموضوع ده كان بريزماني متعب بشكل كبير لحد دم انا فضلت ادور على بدايل كان اول بديل اللي هي ان انا اتكلم عن طريق تلفون الارضي بس للأسف تلفون الارضي كان غالي ممكن مثلا عشان اتكلم معهم خمستاشر ديئة او ازيت شوية كان ممكن اضيع مثلا حوالي عشرين دولار عشرة دولار فالموضوع بالنسبة لي صراحة كان مكلف جدا وخاصة ان انا كنت عايز اتكلم معهم واشبع كلام معهم بس لقيت ان الحل ده صعب تطبيقه كل لازم اطبقه كل فترة مش كل مثلا فترة قريبة ولا حاجة لأ مثلا يعني مرة في الشهر كمثال الخدمة اللي انا هشرحها وزي ما كان ظاهر في عنوان الفيديو واللي هو ان انت ازاي تقدر تتكلم دولي بارخص سعر ممكن وهي خدمة سكايب بس على حسب تجربتي ان ده كان اول مرة استخدم النظام المدفوع من سكايب على اساس ان ان انا اتكلم دولي وفعلا مش ندمان نهائيا وفعلا انا مش ناوي ان انا اتخلى عن الخدمة دي مرة تانية خدمة ممتازة سعر كويس اداء في التليفون ساعتما ماتلا مثلا تيجي تتكلم مع حد تقريبا الصوت واضح بطريقة ممتازة بس في البداية خلينا اوضح لك فكرة سكايب ماشي ازاي وهو اولا ان لازم يكون الطرف المتصل اللي انا مثلا هتصل بمصر لازم ان انا يكون عندي انترنت والطرف المستقبل مش لازم ان هو يكون عنده انترنت لان انت هتتتصل باردي او موبايل حتى لو شخص انا مع موبايل ده تلاتة وتمع عشر وبرضو الشخص الاردي ده اللي هو مثلا اكيد طبعا الاردي مفوش نت فهتقدر ان انت تتتصل عادي كأنك تتتصل من موبينيل لموبينيل او فدفون لفدفون والخلاف فالسعر هيكون سابق وده اللي ان شاء الله هشرح لكم في تكملة الفيديو ده نيجر لخطوة تانية والصفحة دي او الموقع ده ان شاء الله هسيبه لك تحت اللينك بتاعه تحت في الوصف او لينك الموضوع وداخل لينك الموضوع هتلاقي كافة اللينك هتجوه ان شاء الله تمام فهتلاقي عندك لينك للمواقع ده ده المواقع الرسمي من خلق شركة مايكروسوفت سكايب هنا حتى بيقول لك اكتشف مدى انخفاض تقليفة الاتصال بارقام محلية وخارجية بفضل اسعار المكالمات الدولية من سكايب هنا في الوجهة الاولى بيديك تحديد خيارات اه خيار اتصال يعني مثلا انت مثلا مش مزيح حالة انت عايز تتكلم اي دولة تانية فهنا بيقول لك كالقات الولايات المتحدة مثلا انت في مصر او في اي مكان في العالم عايز تكلم الولايات المتحدة بيقول لك اشترك الهاتف المحمولة لخطوط الارضية دقائق غير محدودة سعر المكالمة هتكون بعشرة دولار وخمسين سنت لكل شهر يعني انت هتكلم الولايات المتحدة او مثلا اوليك قريب في امريكا هتقدر تكلمهم بعدد دقايق غير محدود هتدفع كل شهر عشرة دولار وخمسين سنت بيقول لك تجربة مجانية لمدة شهر اي بلد من دول بتقدر ان انت تجربهم بشكل مجاني لمدة شهر تمام الخطوط المحمولة والخطوط الارضية نفس النظام آآ الهند مسلا بيقول تمانية وعشرين ريال لكل شهر وسعر الديئة هنا هيكون اربعة سنت لاحظ هنا سعر الديئة هيكون اربعة سنت طيب انا عن نفس يا سيدي انا عايز اكلم آآ مصري في حالتي انا انا مسلا انا عايش في البرازيل عايز اكلم مصر هتروح هنا حاطة اسم الدولة بتاعتك هنا هون هنا بيقول لك تقدر تحدد كمان العملة بتاعتك يعني انت مسلا عايز دولارات امرينجية دولارات هيوانية واخلافه انا عشان اه هنا في البرازيل فبتعامل بحاجة اسمها الهيال او الهيال البرازيل اروف عموما ده انا بستخدمه فهنا بيقول لي اول حاجة الخيار بيجي لي بيقول لي لو انت عايز تتصل بالعالم او لو مسلا انت كمسال عايز تتكلم اي حد في العالم ويكون سعر الديئة سابت بيديك هنا سعر الديئة بداية من ستة تلاتين سنت حتى لو احنا قلبناها يا سيدي بالدولار عشان نعرف كام بيقول لك هنا عندك تقدر تكلم اي حد في العالم بداية من ستة اشر سنت لديئة الوحدة يعني تمام يعني مسلا بقول لك خمسة دولار لكل شهر هتكلم سبتين ديئة في مصر تسعة دل Micro interessants هتكلم مئة وعشرين ديئة وخمسة دولار في كل شهر على اساس ان انت تتكلم يعني بدءا من ستة اشر سنت ده بالدولار يعني تمام فانا عن نفسي هستخدمر الريالات فهنا تقدر تدلس على منزيد عشان هيقدر يطلع لك اسعار تانية. كن لما السعر بيزيد على فكر اللي هو مسلا التمنمية دقيقة ميتين وعشرة ريال هيكون عندك سعر دقيقة ستة وعشرين دولار سعر دقيقة بينزل. فانا عن نفس يا سيد هختار تجربة مجانية لمدة شهر. تمام? انا عن نفسي كمان مشترك في الباقة اللي هي الخاصة بتسعتاشر ريال اللي هي ستين دقيقة دي. فانا بيقول لك مجاني لمدة شهر. تسعتاشر ريال يبدأ الشهر في واحد سبعة لفون وتسعتاشر. الاسعار شامل الضريبة توفر اصدار تجربة من مجان لمشتركين الجدد. في هنا بعد ما انت تشترك مسلا واللي اكيد انت هتحط الفيزا بتاعتك فيها لان ما فيش تجربة بالمجان. لا هتقش وهتحط الفيزا بتاعتك تفتح حساب على سكايب وتحط الفيزا بتاعتك وبيتديك تلاتين يوم. قبل اليوم ده يعني اعتبرا من واحد سبعة لفون وتسعتاشر او اليوم اللي انت هتسجل فيه يعني اليوم اللي انت هتسجل فيه احط كمان فوق يوم تلاتين يوم. واللي التاريخ بتاع هيطلع لك بالشكل ده. هتقول له ان هو اه ان هو هي يعني لو انت ما نغادش الاشتراك هيحصل على سعر الاشتراك الشهري. لازم تلغي الاشتراك قبلها. وقرأ النقطة دي كويس قوي. بعد كده اروح اقول له انا عايز اعرض تجريب لمدة شهر. اروح اقل المتابعة. بس عشان انا عندي حساب بخش عليه على طول. انا هنا ده حسابي الشخص اللي هو حساب عبداللطيف. بيقول لي هنا اتصل باي احد اي ان كان. هنا اقدر ان انا اتصل او ابعت رسائل زي ما انا عايز. هنا ممكن اقدر اربعة رسالة. وكمان سعرها بيكون قليل او سعرها بيكون تقريبا نصف السعر الديئة. والخلاف. هنا بيقول لي عندي ستاشر دقيقة متبقية. لان انا شحنته لسه ما اكلمتش اهل في مصر عيد عليهم. عندي هنا بيقول اكتشف الرصيد لو انا عايز اه يعني اشوف الرصيد عندي كام واضيف كمان الرصيد لو انا حابب. لو انت عايز تلغي بقى الرصيد. تمام? يعني لو انت عايز تلغي الرصيد وتقول خلاص بقى يعني انا اه يعني مش مش عايز استخدم الخدمة دي تاني تروح جاء على طرق الدفعة وتروح شايل الفيزا بتاعتك من هنا. اللي هو حزف وشكرا على كده. تمام? نفس الموضوع برضو لو انت عايز اللواء عادلة شحن التلقائي ممكن تلغيه من هنا هو على الاساس ان انت تلغي شحن التلقائي يعني. تمام? لان انا عامل شحن التلقائي كل ما يفضى يعبي نفس الوحد. اه في حاجة تانية عايز اقول لك عليها لو انت هتتكلم او لو انت هتكلم حد مسلا كمسال باستخدام الكمبيوتر ما نتصحكش ان انت تعمل كده يفضل ان انت تحمل عندك على الاندرويد او على الايفون وده افضل صراحة لاني هتاخد جودة صوت افضل حتى لو انت بتتكلم عن طريق باقة او واي فاي مش فرقة بس اهم حاجة انت هتتكلم عن طريق الاندرويد او الايفون لاني حسب تجربتي الصراحة ساعة اما انا جيت جربت لقيت اني الصوت في الكمبيوتر كان بعيد مش بعيد بس تقريبا هما ما كنوش سامعيني عشان خاطر المايكروفون بقى كانش متعرف يعني تقريبا اتصلت حوالي دقيقتين تلاتة او اه مرتين تلاتة وهما ما اسمعونيش الا لما انا حملت التليفون او حملت التطبيق عندي على تليفون الاندرويد لو انت مستخدم ايفون تقدر تحميله على الايفون برضو وتسجل حسابك عليه وهتلاقي الرصيد موجود تقدر تكلمهم منه عليه بشكل مباشر ده كان نهاية الفيديو لو عندك اي سؤال سيبه تحت وانا تحت امرك اا وقل لي الفيديو عجبك ولا لا فما تنسوش بقى ننت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وهكون سعيد جدا اما هكتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وهكون مشكور لكم شكرا جدا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة